تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المديد قامت مدرية الصحة بضميات بتنظيم فعاليات حملة مع النطمئن سجل الآن لتلقي لقاح كورونا داخل ثلاثة كنائس بضميات وقامت الفرق الطبية بتسديل وتلقيح الإخوة الأقباط داخل الكنائس الثلاثة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المديد للجرعة الأولى وثانية ومن أعمار تبدأ من 12 عاما وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وتدابير الاحترازية أثناء التسبيل والتطعيم طبعا نحن في أعياد الميلاد ورأس السنة والناس أبناء الكنيسة متواجدين الاحتفال بالعيد طبعا نحن عارفين التطعيم مفيد جدا في الوباء الكورونا اللي ضارب العالم كله حاليا بضرة جيدة جدا من زورة الصحة أن هي من ناحية بتهنينا بعيد الميلاد المجيد ومن ناحية تانية بتقدم تسهيلات للمسيحيين في الكنيسة أنهم بيقولنا بنفسهم عشان كل أفراد الكنيسة وأفراد الشعب يتلقوا لقاح كورونا نهاردة حاملت معنا طمئنة هنطعم الناس هنسجل لأبناء الكنيسة موجودين معنا فريقين فريق للتطعيم وفريق للتسجيل للمواطنين ومنهم كمان هنكلم معهم عن الوعي بأهمية اللقاح والحصول عليه ترجمة نانسي قنقر